الحمد لله الذي حمانا من خيبة الأمل فحذر الذين يعبدون الله دون حسن عمل وحذر الذين يحسنون العمل دون أن يعبدوا الله فقال لهم وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا لعل من أكثر الأمور التي نعتب بها على بعضنا البعض أن تجد الإنسان يلتزم محاريب الله عز وجل ويلتزم بالصلوات والصيام والعبادات ويكثر من الحج والعمرة لكنه عندما يتعرض لموقف من مواقف الدنيا رشوة غيبة نميمة معاملة تجده يسقط في هذا الامتحان وعلى الطرف الآخر تجد أناسا يحدثونك صبح مساء أن الدين المعامل ولا داعي للتأكيد على موضوع العبادات فالقضية قضية أخلاق وحسب تحدث غير المتحجبة أن أنت مسلمة أين حجابك تقول الدين في القلب الدين معاملة وهو صحيح تزج الشاب اليوم عمرك عشرين خمسة وعشرين أين صلاتك إن لك أنا ما بأزي حدا أليست غاية الدين أن لا أؤذي أحد أليست غاية الدين أن نكون ملتزما بما أمر الله عز وجل من عدم إيذاء الناس وهكذا أيها السادة صرنا في فريقين فريق يظن أن الدين هو هذه العبادات فقط فريق يظن أن الدين هو المعاملة مع الناس فقط لدرجة أنك تجد بعض الشباب اليوم يقول لك لك العالم الغربي الآن عنده أخلاق هو يصدق هو يتعامل بالحسن مع الناس فلا داعي للعبادة ولا داعي للصلاوات ولا داعي للصيام خطبة اليوم أيها السادة ولنبين حقيقة هذا الأمر من خلال دين الله عز وجل في خطبة بعنوان هل الدين المعاملة فقط؟ هل الدين المعاملة فقط؟ يعني بدنا نكون واضحين جدا للأسف بعض الناس عقله لا يعمل إلا بطريقة صفر مية شو يعني صفر مية؟ إما عبادات بالكلية ولا يوجد أعمال صالحة مع الناس وإما أعمال صالحة مع الناس ولا يلتفت إلى محراب الله يسجد جبهته لله عز وجل وهذه كارثة يعني أحد الكثير من المؤتمرات تجد يحين موعد الصلاة لا يقوم للصلاة ليه؟ يعني القضية قضية أنه أنا الآن أخلاق عالية وهو أخلاق عالية عم بتحدث عن أناس مسلمين يظن أن القضية قضية إذا أنا تعبدت الله حج عمره باستمرار صلاة وصوم طيب عندما يأتي الأمر للتعامل مع الناس يجده يفشل ثلاثين سنة يصوم ويصلي يموت والده يترك ميراث يسرق مال إخوته من البنات إذا كان لا يسرق هو يفضل نفسه في بيتين في بيت بيطلع الشارع وفي بيت لجوه بيأخذ البيت اللي بيطلع الشارع وبيخلي البيت لأخته اللي جوه محل وبيت يعطيها البيت ويأخذ المحل زوجته يأخذها على كتاب الله وسنة رسول الله عند التعامل عند الغضب ينسى أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ينسى أن هذا الدين أمره بإكرام هذه المرأة ينسى أنه كمحاضر أنه يجب أن يهتم بالضعفاء أولا من الطلاب المعلم الآن الناجح مو اللي بدور على الطلاب الناجحين ويفتخر بهم عملك أن تعين الطالب الكسول كي يصبح جيدا الدعي إلى الله الذي يبحث فقط عن الحفاظ وعن الحفظة هو لا يؤدي العمل المطلوب منه عمله كما عمل الطبيب أن يبحث عن المرضى فالإنسان الآن الذي يعتقد أن الدين أو التدين هو فقط عبادات وينسى المعاملات هو كمن يعيش بجسد بلا رأس جسد بلا رأس لا يصلح أو كالذي يقول الدين المعامل فقط يا أخي نحن المهم أخلاء المهم نحن ما عم نأزي حدا المهم نحن ما عم نأكل ما الحرام طيب وأين العبادات مع الله عز وجل أي الواحد بينه وبين حاله الدين لله أنت المهم وعملتك مع الآخرين في الإسلام هذا الكلام لا يصح على الإطلاق التدين أيها السادة والميزان الله عز وجل خلق لنا الميزان ما هو الميزان الذي ستكال به الأعمال يوم القيامة هذا التدين لا بد له من كفتين لا بد له من عبادات ولا بد له من معاملات مرة تانية ما في شي فصل بيناته لكن تعالوا الآن نفصل قليلا في العبادات ما هو مطلوب مطلوب أمرين في العبادات أن أؤدي العبادات كما أمر الله بالحرف بالانجليزي في عندهم كلمة اسمة precisely يعني بالضبط تماما لا يمين ولا يسار الله أمر في ميراث يعني في ميراث الله أمر الصلاة خمس صلوات يعني خمس صلوات الصيام بهذا الوقت إلى هذا الوقت يعني بهذا الوقت إلى هذا الوقت في العبادات ما في مجال لا تجتهد لا يمين ولا يسار أن تعبد الله كما أمر تخترع من عندك تضيف من عندك تحزف من عندك والله أنا أرى أنه هذا ما بيصير أنت تعبد الله الذي خلقك أمارك أن تعبده كما أمر هذه الإضافات اللي عم نسمعها والحذفات اللي عم نسمعها والآن يعني لا يصلح هذا الحكم هذا الحكم قد قديم هذا الفرض الآن نحن غير مضطرين إله إما أنك عبد لله والآن قدمنا بالآية الله من الدنيا عم يحذرك لا يجي واحد يوم القيامة يا رب أنا عملت وين عملي الله من هل عملي وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورة صفر العملية صفر يعني واحد كاتب الأمتحان وشاعر حاله أنه كاتب مئة بالمئة فقط بدل ما يسلم الورقة لمدير القاعة حمال رماها بزباله بيستفيد شيء يعني يروح يقول له والله أنا كتبت وصح أنت ما سلمتني الورقة أنت ما سلمتني الورقة أنت ما سلمتني الورقة الناس الذين إيمانهم ضعيف بيقول لك ليس صائم هذا هذا صائم مصلي هذا صائم مصلي وهو يكذب وهو يخدع وهو يغش طيب الله عندما أمر بالعبادة أمر بالعبادة مع ثمرتها يعني العبادة الصلاة بذرة لتحقق ثمرة اليوم بتمسك ثمرة تذكر هذا المثال كل ما بتمسك حب التمر التمرة في لها بذرة وفي لا ثمرة لا يصلح ما ممكن تحصل على الثمرة دون بذرة ولتعيد إنتاج الثمرة لابد لك من بذرة أخرى فالآن العبادة الصلاة الصوم الحج كل هذه العبادات لها غايات من لم تنهو صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له الصيام إذا ما كان يمنع عن قول الزور والعمل به فأنت ليس لك من صيامك إلا جوع والعطش الحج إذا حججت بمال أصله سحط فما حججت ولكن حجت العير فأنا الصوم والصلاة والحج إذا ما بدو ينهاني عن الفحشاء والمنكر أنا سأصد يوم القيامة مكتوب بالسجل إنه صليت بس النتيجة صفر لأنه أنت ما سويت الشيء المطلوب هدول يسوه مع بعض أن تتعبد الله وأن تحقق الغاية من العبادة طيب الطرف الآخر المعاملة شو المطلوب من المعاملات مع الناس ولا نحن نشوف ليش هذا التفريق المعاملات مع الناس مطلوب مني أمرين أداء هذه المعاملات حق الناس بدي يوصله نياه ما فيه مماطلة يعني واحدة من الأخطاء الشائعة بيصوم بيصلي وكل شيء وعليه ديون للناس وعم يماطل في أدائها ماذا يقول عليه الصلاة والسلام مطلو الغني ظن يحل عرضه وعقوبته يعني احكي عليه وهو صائم وصلي طيب أعظم من ذلك هو صائم وصلي ويحج وفي الصف الأول ويقرأ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام عطا تعبير بسيط قال له عفهم بالله انت مفلس الله يقول له هباء من ثورة والنبي يعمله انت مفلس هلأ الآن ما اننا حجي أمام الله نعلم هذه القضية ونحن في الدنيا وفي الآخرة ما حدا يجي يوم القيامة والله انت فاجأت لا لا تماما انت تعبدت الله حققت الغاية تمام هدول ما بيكفوا هدول الرباعية مع بعض ما ممكن يتخلوا عن بعض أربع أعمدين ما بيصير تقول البناء من عمود واحد أو عمودين أو تلائه بده يكون أربعة عبادة كما أمر اتنين تحقق الغاية ثلاثة معاملة مع الناس في أداء الحقوق ما بيكفي مع حسن الخلق لقول معروف خير من صدقة يتبعها أذى هذا لسان الشتائم الغيبة النميمة الإشاعة الباطلة الإساءة إلى الناس احتقارنا كل هذه الأخلاق هذه تتمة الرباعية إذن عندنا عبادات كما أمر لها غاية عندنا معاملات أن أؤدي الحقوق مع أداء الحقوق في حسن الخلق هدول إذا ساويتهم أنت مسلم حق وكان حقا على الله أن يقول لك أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون واضح؟ ما نتفاجأ هذه الخطبة مسجلة عند الله الآن أنت عرفت الآن الشروط الأربع لا تقول والله أنا الله ما انتبهت أنا والله كنت عابد عابد لكن أنت تعبد الله عز وجل مع الغاية تطلع من الصلاة هل الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر؟ لا والله ما استفدنا شيء ما استفدنا شيء يعني إذا عطيتك دواء فاسد ماذا يفعلون بالإنسان الذي يعطي الناس أدوة فاسدة أخي ليه كنت دواء ليه كعلبة إيه بس هذا منتهي تاريخه هذا المواد اللي فيه لا تصلح للعلاج طب بس أنا عطيته دواء ما استفيد من الدواء إذا كان لا يفيد العبادة لله لتحقق غاية الله ما بده عبادتنا هو الغني عن عباده كلهم أيضا في المعاملة مع الناس ما بكفي أنا أقول والله عندي أخلاق حسنة بعض الناس أخي أنا المهم لسانه ظريف طب تؤدي الحقوق لا لا أؤدي الحقوق إذن أربع أيها السادة عبادة كما أمر أن تؤديها وتحقق غايتها ثم معاملة مع الناس في أداء الحقوق وحسن الخلق إذا كانت هذه الأربعة كان حقا على الله عز وجل أن يدخلنا فسيح جناته وكان حقا على سيدنا رسول الله أن يسقينا من كفه الشريف شربة لا نضمأ بعدها أبدا وإلا فتذكروا قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا أقول قولي هذا وسلم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام الأمر هين جدا يعني أنت بدك تشتغل وتشتغل بدنا نعمل ونعمل بدك تصلي وتصلي طيب لماذا لا نحقق من وراء هذه الصلاة هذه الثمرة الأمر يسير ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم وتتصدق وتصلي لكنها تؤذي الناس بلسانها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار المعادلة بسيطة جدا مقضية اختراع صلاة وصوم وعبادة وإذاء جيران النتيجة صفر في النار يعني ياريت أنه والله في منطقة محايدة طيب وثواب هدول الأعمال خلاص انتهوا طيب بالعكس تحسن إلى جيرانها ولا تصلي هي في النار لماذا كيف أنت عم تعمل عمل صالح وهذا العمل الصالح ليس غايتك فيه الله عز وجل يعني هذا جواب على بعض الناس يقول لك أخي ليك الأجانب عندهم أعمال صالحة لدرجة بعضهم يقول لا 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 هدول أكيد في الجنة طيب مو أنت اللي بقرر بالجنة لا أنا ولا أنت الله قال كل عمل ليس لي روح دور عن لي أنت طلبت منه العمل الناس بتعمل أعمال صالحة وبعدين الناس بكرموه خلاص أنت اجد ثوابك في الدنيا تعلمون جميعا حديث الثلاث الذين أول من تسعر بهم النار عمل أعمال صالحة تصدق وعلم الناس القرآن ومات في سبيل الله كما زعم ماذا يقول الله عز وجل له يقول له كذبت يا رب قاتلت في سبيلك كذبت علمت الناس من أجلك كذبت تصدقت لأجل وجهك الكريم كذبت أنت فعلت لأجل الناس لذلك اليوم اللي بيقول لك الشب بيقول لك والله أنا عم بعمل أعمال صالحة أنت عم تعمل ألمين مشان الناس يقولوا عنك أخلاء منيحة مشان يزوجوك بناتهم مشان تتشارك مع الناس مشان ترضي ضميرك يعني خلق العالي العاطفة الإنسانية هذا كله لا يصلح أمام الله عز وجل أنت تعمل لأن الله أمر لذلك واضح هذا الميزان لا يمكن أن يستقيم بحال إذا ما في إخلاص لله عز وجل هذا الإخلاص هو الذي يجعلك إذا ما أساء إليك الناس أن تحسن الآن بالطبيعة العادية الناس البشر مع بعضا أنا طالما عم بحسن للناس الناس بتحسن لي صح؟ هيك كل الدول اليان ياباني ألماني فرنسي أي إنسان تحسن له ويحسن لك طيب إذا أحسنت له وأساء إلي إذا ما في العمل لله سأسئ إليه شو يبنى أني أسيأ إلى من أساء إليه لكن لأن عمل الله الله قال لك أنت أحسن إلى الناس أساءوا أنت خليك عم تعسن وطنوا أنفسكم لا يكون أحدكم إن معه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تحسنوا هذا فضل الإيمان بالله عز وجل لذلك مرة ثانية وثالثة الحياة قصيرة جدا لا تفاجأ أخي المؤمن أخي المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ننزل القبر لا تفاجأ أنه والله وين هالأعمال بعض الناس يأتي كما أخبر النبي لهم أعمال كجبال تهامة حسنا تائلة ينسفها ربي ينسفها بتضيع كله يأت والحديث تعرفونه يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد أكل ما هلا هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار كان في الدنيا يظن نفسه إلى جوار أبي بكر وعمر ثم وجد نفسه يوم القيامة أمام أبي جهل وأبي لهب لن تفاجأ وعلى النقيض بعد الشباب يطلع من فكرة أنه والله بس الدين المعامل يعني فقط الأخلاق وأداء الحقوق أين العبادة مع الله أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أول كلمة أول كلمة الصلاة في صلاة منكمل ما في صلاة ما نباتع يعني اتفايت على الجامعة معك الكارني معك البطاقة بعد دخول الجامعة بعدين بتقول رايح لأنه قسم وأنا محاضرة بس ما معك البطاقة ما في فوت نهائيا لا يفتتح الحساب إلا إذا أقمت الصلاة واضح لذلك نحتاج إلى كليهما فقط أريد شاهدا على موضوع العبادة وأهمية العبادة بعض الناس يظن كما قلت أن القضية فقط فقط معاملات أنا سأسمعكم صوت ربما سمعتمه من قبل عن فتاة خلال الأحداث الماضية صار هناك قصف ووقعت تحت الأنقاض الآن واحدة تحت الأنقاض ما هي هم هو رقم واحد أن تعيش أن تتنفس لكن لأن الدين عندها أولا عبادة الله أولا حجابها أولا الجماعة الأنقاض عم يحاولوا يطلعوها بس بدون أن تتنفس متوقعين أول ما تفتح عيونه أول ما تفتح مشان الله شمموني هوى مشان الله بس نقطة مي مشان الله وين أهلي لا يعني مجرد من فتح طاقة من البنايات الطوابق الأربعة فوق رأسها بعض الأخوة اللي عم ينقذوها يريدوا أن يوثق المشهد فأراد أن يصورها ماذا قالت له قبل دخيلك طلعني لح اقتنئ قالت له عم لا تصورني مالي محجبة اسمعوا إلى صوتها عم لا تصورني مالي متحجبة هذه الفتاة وأمثال هؤلاء الذين العبادة عندهم أولا لا شك أن معاملتهم مع الخلق حتما هي في أعلى الدرجات التي تخاف من الله عز وجل وهي على فراش الموت لا شك هي عندما تخرج مستحيل أن تكون إلا أم صالحة وأن تكون إلا مربية فاضلة لذلك أرجوكم أيها السادة هذه الدعاوة أنه أخي بس الدين معامل لإخلاق وتريك من العبادات أو العبادات لحالة تغنينا عن المعاملات هذا لا يستقيم بحال هما رأس وجسد نسأل الله عز وجل أن نلقى الله عز وجل وهو عنا راض أقول قولي هذا وأستغفر الله إني داع فأمنوا